إذن عائشة تقول إذا دخل العشر ذكرت ثلاث جمل أحيا ليلة وإيقظ أهله ثم قالت وشد مئزره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشمر وشد المئزر هذه جملة عظيمة تدل على الأهبة وأيضا تدل على الاستعداد والعرب إذا أرادت أن تهتم بأمر تقول شددت للأمر مئزري أو شمر يعني كأنه يرفع ثيابه استعدادا لعمل ما أو لشيء ما والقول الأرجح في هذا أن شمر وشد مئزره أنها كناية عن اعتزال النساء وهذه كناية معروفة عند العرب ولذلك قال قائلهم قوم إذا حاربوا شد مئزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار ولا المعنى كله في هذا أن الإنسان يتفرق للعبادة فإن من شدة التشمير وشدة الإقبال على الله تبارك وتعالى أن يزيد الإنسان في جهده وأيضا عمله وأن هذا يقتضي أيضا البعد عن الأهل ولو في هذه الليالي الفاضلة اغتناما لفضلها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على حال من التشمير وعلى حال من الجد والإقبال على الله تبارك وتعالى وهذه رسالة لنا جميعا منه صلى الله عليه وسلم كيف ندير هذه اللحظات الشريفة كيف نتعامل مع هذا الضيف الذي الآن سيرحل وسيذهب من بين أيدينا والآن رمضان سوق قام قبل 22 يوما وسيرحل في نهاية رمضان سوق قام ثم ينفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر نسأل الله العافية والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر